بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اليوم ان شاء الله رح نكمل في محاضرات الـ Occupational Health هسا طبعا منا نعتذر عن هاي المحاضرة اصلا هاي المحاضرة مش عارف ليش اعطوها هسا المفروض انعطت قبل بكثير المفروض هاي مع محاضرات الـ Introduction عشان نفهم شو يعني Hazards واش يعني Risk واش الفرق بينهم لكن الدكتور اعطاها هسا فيعني انا ابدأ اشرح لكم اياها على ترتيب المحاضرات الموجودة عندكم انا المفروض اني اعدل السلايد لكن ما لقيتش السلايد بدي اف عشان اقدر اعدل عليه ف يعني ولو انه مش امرتب كثير السلايد انا رح امشي على ترتيب شرح والسلايد موجود عندكم ما في تعديل حقيقة على السلايد بس المشكلة في ترتيبه لا اكثر طيب هسا نبليش نحكي عن موضوع الـ Hazards ايش يعني Hazards اول شي اسم المادة هاي بشكل عام اسمها Occupational Health Occupational and Environmental Health and Safety فهي داخلة في موضوعين Occupation والـ Environment نفس الوقت الـ Health والـ Safety اي اشي ممكن يكون موجود في الـ Environment او كثير من الاشياء ممكن تكون Hazardless يعني تسبب مخاطر ايش يعني Hazardless Hazard بالعربي معنى انها خطر وRisk بالعربي معنى انها خطر لكن من ناحية اكاديمية نحن نيجي نوصفهم كناحية تعريفات Hazard هو اي مادة عندها القدرة او اي مادة او اي تعرض عنده القدرة في ظروف معينة انه يعمل لك مضار صحي او يسبب لك ضرر Hazard is the potential of a substance to cause damage هو امكانية هذا الاشياء عنده امكانية ان يسبب لك ضرر مثلا الاشعاع الاشعاع موجود حوالينا وكلنا معرضينا الاشعاع هسا لكن هذا الاشعاع على الليفل اللي هو موجود فيه هسا ما بيسبب لنا الخطر مع ذلك اسمه hazardous لانه اذا زاد المستوى تابعه راح يسبب مشكلة toxicity is the hazard التسمم هو الخطر اللي بيجي من ايش من substance which can cause poisoning التسمم هو الخطر اللي بيجي من مادة او اكل معين اللي ممكن يسبب التسمم فالهازرد احنا نحكي عن هذا الاشي ممكن يكون hazardous or non-hazardous ممكن يكون بيشكل خطر او ما بيشكل خطر وبينقاس بثلاث طريفات ياما mild hazard moderate hazard or severe hazard فما في نسبة معينة لا ياما بيكون بيسبب خطر ياما بيكون ما بيسبب خطر زي هيك بينما الريسك is a measure of the probability that harm will occur under defined condition of exposure to hazard هس انت انت اما تتعرض لهازرد يصير لك exposure تحت ظروف معينة كم احتمال انه يعمل لك مشكلة فبحكي لك والله اذا انت تعرضت للاشعة بليفل كذا مدة كذا احتمال 50% انه يصير عندك سرطان فانا هيك اعطيتك نسبة فالريسك يتكون من نسبة probability بينما الهازرد هل هو خطير ولا هو مش خطير عنده احتمال الخطر طبعا كما نحكي عن environmental and occupational health اكثر الاشياء الموجودة حوالينا ممكن تكون هازردس اذا اتجاوزت لفل معين ففيه risk probability لكل هازردس فمثلا زي ما حكينا في المحاضرة الماضية عن موضوع النايز الاصوات موجودة حوالينا بطريقة طبيعية سواء في الانفيرامينت او في مكان العمل بس هي ممكن تكون هازردس ايش الكندشن اللي رح يخليها هازردس اللي حيسب لريسك اللي هو انه تطلع فوق المعين وتسمع حال اكثر من مدة معينة مثلا في الامبالسف حكينا اكثر من 140 او اكثر من 85 على طريقة مستمرة هيك صار بصير فيه هون risk لنسبة خطر اذا اتعرض فيها لمدة طويلة طبعا مش رح يكون في risk اذا ما كانش في exposure فما رح يكون في خطر على الصحة اذا لانه risk مرتبط في موضوع الاش في exposure so the probability of harm will occur under defined condition of exposure to hazard فمرة ثانية اي شي ممكن يتسبب ضرر نسميه hazard كم نسبة انه هذا الضرر يصير بسبب الهزرد هذا هو risk عشان نفكر في الموضوع هي مش معادلة رياضية هي معادلة منطقية لو بدك ليجي تفكر في الموضوع انه ايش العلاقة بين risk وال hazard فاذا اجي احسب الريس كنسبة العمل المعين اذا كان في hazard منحط هنا مثلا واحد ومنضرب او مثلا mild hazard اثنين مدر او ثلاث سيفير هزار المهم هون مش الارقام هاي مش معادلة رياضية بتحل عليها اسئلة لا هاي معادلة منطقية فاذا كان الاشي hazardous وانت عملت له exposure وقتها رح يكون في risk طب اذا ما كان hazardous مثلا هاي صفر مهما تعرض للاشي اذا ما كان hazardous مش رح يعمل لك risk خطر لضرر معين يصير لك فاذا كان الموضوع hazardous والexposure صفر انت ما تعرض طله فهذا اشي يعني ايش انه ما في risk انه يصيبك ضرر بسبب هذا الهزر لما يكون الموضوع بتعلق بكيميك لازم يدخل dose الجرعة و time الوقت بين exposure نفس exposure لا dose و time فاذا كان الموضوع hazardous وانت تعرض طله بجرعة كافية لوقت كافي هيك حيصير عندك risk وكل ما زادت الجرعة والوقت زاد risk بس مثلا اذا انت تعرض طله كان موجود في جرعة عالية لكن الوقت صفر فهيك ما في risk لانك انت ما تعرض بالمرة او dose صفر او dose قليل فالريس بيكون قليل وهكذا هون بس عشان نفهم العلاقة بين risk بين hazard وال exposure سواء time او duration او dose بناء عن المواد اللي حكينا عنها قبل شوي بناء عن الفورميلا اللي حكينا عنها قبل شوي المواد الكيميائية مثلا اللي بتشكل خطر بسيط على الصحة small hazard هيكون لها risk اعلى اذا انت بتتعرض لها frequently بتتعرض لها كثير هيكون risk تبعها عالي حتى ممكن يكون اعلى من risk تبع high degree hazard مواد خطيرة جدا لكن انت ما بتتعرض لها لوقت قليل فالموضوع مرتبط بشغلتين درجة hazard تبعت ال تبعت ال chemical او ال exposure بالاضافة ل conditions الظروف تبعت exposure مثلا dose الجرعة او time الوقت اللي انت تعرضت له وعلى هذا الاسس انت بتحسب الرسك فهون احنا حكينا انه الرسك اعلى ل small hazard بس انت بتتعرض له بطريقة كبيرة بوقت كتير او جرعة عالية بالمقارنة بالمقارنة بالريسك ل hazard عالي خطير جدا بس انت ما تتعرض له بشكل محدود جدا طيب هسا كيف بدي ادرس موضوع ال environmental and occupational health diseases or hazards or risks طبعا زي ما حكينا اول المحاضرة احنا حكينا شوي عن خصائص الاشياء الممكن تعتبر occupational health في واحدة من المحاضرات occupational health diseases او causes for occupational health concern في واحدة من المحاضرات هذه المحاضرة المفروض تكون قبلها عشان يعني تكون ماشي بالتسلسل على كل حال احنا ما منقدر ندرس ال ما نقدر experimental studies ليش؟ لانه احنا نستخدم experimental studies بس عشان ندرس الأدوية بينما هون احنا عارفين انه هذا الاشي ممكن يسبب خطر على الإنسان فهو من غير الأخلاقي ولا المنطقي انه اعرض الواحد لشغله عشان اشوف هل حتكتله ولا لا حتعمله سرطان ولا لا فكل الدراسات المتعلقة في environmental health and occupational and safety تجمع معلومات تحط أولويات بتتوقع ايش الاشياء الممكن يتسبب ال occupational disease او غيره او ممكن تكون hazardous set priorities identifying hazards بتقرر ايش هي الهزرز الموجودة and formulating a hypothesis for new occupational risk وتحط نظريات عن مخاطر صحية مرتبطة بالعمل ثاني بشكل مستمر برضو ممكن نعمل نوع من انواع etiological studies اللي هي دراسات انت بتدور على سبب ال hazard او سبب risk اللي صار سبب disease اللي صار فانت بتدور على exposure effect relationship زي ما حكينا هاي temporal relationship بالعادة بكون صعب فهمها عن طريق descriptive studies بس في دراسات cohort studies بس يعني المهم نفهم الدراسات اللي بنستخدمها في environmental occupational health descriptive studies و etiological studies برضو في نوع من الدراسات اسمه ecological studies دراسة بيئية هون بنحكي بتركز اكبر اكثر على الجزء ال environmental الفكرة وين الفكرة انك تدرس المجتمع ككل فمثلا بنلاحظ انه عدد الحالات اللي بتيجي في موضوع الربو زادت فعلى مستوى مش سامبل صغية زي الدراسات العادة تصير لا على مستوى البلد كلياتها وقت هون ببلش احط جزء كبير من البلد هون ببلش احط هي بوثيسيز على اساس هاي الملاحظات studies which correlate environmental factors مثلا ممكن تروث exposure to mortality and morbidity بلش نلاحظ السلطانات أعلى العاملين في قطاع معين وقت ببلش افسر في الموضوع based on large population in order to calculate the risk طبعا المهم بالاخير من ecological study دراسات البيئية هو اني احسب الخطر قدش خطر الاصابة في سرطان للناس اللي عايشين في الاردن او في عمات او للناس اللي بيشتغلوا شغلانة معينة زي ما حكينا انا برضا الموضوع بذكرت المثال تبع الاكتئاب عن طلاب الطب فمثلا والله بنحسب قدش طالب طب اجا مكتئف ووجدنا انه نسبة الاكتئاب عن طلاب الطب عالية اخوان انا ما بقدر اعرض طلاب الطب احكي لو ادخل الطب مشوف تكتئب ولا لا لا احنا نحكي عن descriptive ecological study ما اخذ sample كمان وطلاب الطب لان بحكي بشكل عام من الناس الاجوني زي ما حكينا بتكون cross-sectional study او descriptive studies بالأخير فهي cross-sectional studies case-control studies حتى في بعض الاحيان بتكون cohort studies في مصطلحات ومبادئ متعلقة في علم السموم toxicological او toxicological concepts مهم انك تفهمها لانها متعلقة في environmental occupation ايش هي those responses threshold latency and synergism نبلش في اول تعريف او اول مصطلح او اول مبدأ اللي هو those responses هون ببساطة احنا من نعرف العلاقة بين كمية المادة اللي اخذها الشخص او اتعرض لها الشخص للresponse المتوقع للأثر المتوقع لهذه المادة فمثلا كم اضطر انه يوخذ او كم اضطر انه يتعرض حتى يصير عنده هذا الرد طبعا هون احنا منحكي من ناحية hazard و risk هذا الاشي كمان بيكون موجود في المصلحات الدوائية والعلاجية بس احنا هون تركيزنا على نقطة ال hazard و risk the dose response the dose response relationship is the measurement of the relationship between the dose of the substance administered and the overall effect زي ما حكينا هاي ممكن تكون physiological او pathological او الاثنين مع بعض dose response relationship بيتم يعني الدراسة على curve الكيرف مؤين عشان ناخد نظرة سريعة على هذا الكيرف بيكون s shaped curve او dose response curve بيكون الدوز مكتوبة تحت والزيادة في الدوز logarithmية يعني مش بتكونش واحد اثنين اثلاث بتكون مثلا واحد عشرة مية الف وهكذا وresponse بيكون all or none يعني هون تمشي الدوز شايفين اول اشي بتكون الجرعة موجودة زي ما حكينا كل ما زادت الجرعة حسب المعادلة كل ما زاد الرسك انه يصير response وresponse all or none يعني هل صار عند الواحد مثلا نحن ندور على الجرعة القاتلة فهل قديش ناس ماتوا مثلا عند هاي النقطة خمسين بالمية من الناس اللي اخذوا هاي الدوز ماتوا بعد نقطة معينة خلاص مية بالمية من الناس ماتوا فبصير فيه بلوتوينج للكيرف بيظل ثابت يعني ما بيظل يطلع لانه خلاص مية بالمية من الناس صار عندهم response مهما زادت الدوز خاصة response صار موجود عند الجميع سواء كان الموت أو التوكسيسيتي أو بغض النظر ايش هو ومش شرط كل وحدة زيادة في ال response تتجاوب مع وحدة زيادة في الدوز زي ما حكينا شفت اول اشي ما بيكون في زيادة بعدن زيادة بتصير سريعة جدا بعدن بتصير في بلوتوينج طيب ايش ال responses اللي احنا مندور عليها ايش ال readings قبل ما نحكي عن ال readings بس عشان امر على الشريح تبع الكير اللي حكينا هسا are those response care recalled the percentage of population shown to given quantitatal all or nothing يعني ما باجي احسب النسبة مات بنسبة كذا او صار معها toxicity بنسبة كذا لا انا بحكي يا اما صار معها toxicity او ما صار معها toxicity يا اما مات او ما او ما مات يا اما تعرض لكذا اشعة او ما تعرض لكذا اشعة زي هيك response which response such as death when each individual member of population is subjected to the same those of toxicant reflecting a given exposure يعني لو فرضنا انه هنا منحكي السم معين وال response هو الموت فعند هاي النقطة عند هاي النقطة مثلا نحكي 20% من الناس تتعرضوا لهاي الدوز ماتوا 50% من الناس تتعرضوا لهاي الدوز ماتوا وهكذا ال readings ال response جهة ال response اللي ندور عليها اللي هي lethal dose الجرعة القاتلة وبالعادة لما نيجي نحسبها نحكيها منحكي LD 50 يعني الجرعة اللي لما يأخذوها لو عطيناها لكل الناس 50% منهم راح يموتوا LD 50 كذلك عندنا effective dose ال effective dose هنا حكينا احنا ما منركز على مصطلحات دوائية والله هي الجرعة اللي عندها الدواء راح يأخذ ماتوا لا احنا منركز على أمور hazardous أمور risks فها هي الجرعة اللي عندها والله يبصر عندك radiotoxicity نحن نحكي هون عن موضوع الأشعة effective dose is a dose quantity in the international commission of radiological protection فمثلا بيكون عندهم جهاز معين إذا وصل effective dose يعطيهم إشارة فهذه لازم يخليهم يتركوا مكان العمل يأخذوا استراحي بعد عن أشعة فترة معينة قبل ما يرجعوا فنحنا ندور عن lethal dose على effective dose وعلى toxic dose الجرعة اللي لو أعطيناها الـ 50 لـ 100 لكل population معينة 50% منهم راح يصير لهم toxicity راح يصير لهم تسمم طبعا هذا كل دراسات هيتنعمل على ايش على animal population ما فيش تجارب حكينا هلاش نعمل تجارب على بشر لأنها كلها آثار سيئة كلها أمراض كلها ضعافات طيب بسا قبل ننتقل لباقي مواضيع المحاضرة نكمل التعريفات اللي حكينا عنها أو الـ concepts المهمة في toxicological related to the environment and occupation الثريشولد العتبة هي يعني لو نرجع على الكيرف هي الجرعة اللي عندها بتبلش تتوقع أنه يصير في response فهي الثريشولد مثلا هون نحن حساب المثال هون 100 بعد 100 بتبلش توقع أنه يصير في نوع من أنواع response فالثريشولد هون عندي كم 100 فكتعريف في the lowest dose at which a particular response may occur أقل جرعة هيبلش عندها التأثير طبعا ما في أدلة حقيقية زي ما حكينا دراسة الموضوع كثير صعبة لأنه موضوع toxicity لأنه موضوع تسمى موضوع أضرار أمراض فدراسته كثير صعبة بس ما عنا أدلة بتثبت أنه أقل من هاي العتبة مش رح يصير فيه أثار جانبية الصحة ما بنعرفش بس إحنا بالغالب عند أغلب الناس حسب الدراسة اللي عملناها هيك طلع معا latency حكينا كمان واحدة من المصطلحات الconcept المهمة هي الوقت بين التعرض للمادة هاي أو السم أو الهزرد بشو مكان لما أعطاني response المشكلة اللي ممكن تسبب فيها فمثلا في بعض التسممات مباشرة بنفس الوقت أول ما يتعرض له بتبلش تطلع للأعراض في أشياء زي الأسبستوس اللي حكينا عنه يعني قعد 20 سنة 30 سنة حتى ببلش يطلع الميزوث اليوم وصارت أن يبقى طبعا كل ما زادت الفترة بين الانيشل والمجراب كل ما زاد عدد الconfounding factors الأشياء اللي ممكن يتعرض لها الإنسان تخلينا ما نعرف إيش اللي يسبب له المشكلة أجاك واحد عنده ميزوث اليوم أنت بتتوقع أنه تتعرض لأسبستوس طبعا ما تتعرض لهذا الأسبستوس أنت ما بتعطي زي ما حكينا أنت كإنسان تتعرض ل عدد كبير من substance والexpositors اللي ممكن تكون hazardous ممكن هل القهوة ممكن تكون hazardous ممكن الأصوات ممكن تصير نويز المواد كيميائية مثلا حكي الدكتور مثال عن كاس للقهوة كاس للقهوة مثلا بعض أنواع الكاسات فيها مادة معينة إذا أجع عليها مي سخنة بيتحول لمادة كيميائية سامة أو بتسبب سرطان مصرطية طيب هل أنا بعرف إيش يدوز من هاي المادة حتى تسبب سرطان لا هل أنا بعرف كم لازم تكون مي سخنة عشان تفعل هاي المادة برضو أنا ما بعرف هل أنا عارف أنه السرطان أجع بسبب التعرض لهاي المادة ولا مواد ثانية برضو ما بعرف فكل ما زاد الليتنسي كل ما زادت كل ما زادت كل ما صار أصعب إنك تعرف إيش الهزر اللي سبب المشكلة كل ما زادت الconfounding factors The time period between the initial exposure and a measurable response هو هي الليتنسي كتعريف Latency can range from seconds ثواني to years فكي أنه في مثال extreme زي مثال الميزة اليوم الأسبستوس ممكن توصل لعشرين سنة The long latency of health event is environmental environmental research makes detection of hazards difficult عشان يكون founding factors وآخر تأثير آخر مصطلح من المصطلحات المهمة تبعت شوية حمي عاد لكم عشان تقدر تشوفوها من المصطلحات المهمة تبعت التكسيكولوجي هي synergism يعني هذا كمان أخذتوا بالفارما أخذتوا جزء منه بالفارما إنه مجموعة الدوايين مجموعة الأفكتين يعني أو two exposures ما بيكون أكبر أو تأثيرهم بيكون أكبر من مجموعة فمثلا لو حكينا في مثال لو حكينا في مثال الأسبستوس أنك الأسبستوس بتزيد نسبة لنغ كانسر خمس أضعاف والتدخين حكينا هذا المثال قبل المفروض بزيده عشر أضعاف فالمفروض هيك الخطر يصير على الشخص خمستاش بينما الحقيقة الواقع إنه مجموعهم صار خمسين ضعف فهذا بزيد الخطر للإصابة في سرطان الرئاء خمسين ضعف مش بس خمستاش فهيك تأثيرهم مع بعض أكبر من مجموع تأثيرين لحالهم برضو في كثير أشياء ممكن تكون تتجاوز مجلد ضربهم ممكن تصير ألف ضعف أو عشرين ألف ضعف مجموع مجموع من مجموع من مجموع من مجموع تتجاوز أشياء عمل أشياء تتجاوز مجموع مجموع بين أشياء مجموع مجموع نرجع عن النقاط التي تجاوزناها لتحرم على الترتيب أشياء المشكلة في ترتيب السلايدات زي ما أنتم شايفين مثلاً وانا حكى عن الريدنجز ليثل وإفكتف بعدين نط نطتين هون بعدين أجينا على التوكسيك دوز نقطة كوننا ذكرناهم الليثل دوز والتوكسيك دوز بالعادة مرتبطات بالكيميكالز وإكسبوجرز معينة بينما الإفكتف دوز بالعادة مرتبطة بالرديولوجيكال الإكسبوجرز بالأشعة طبعاً في محاضرة كاملة عن الأكيوبايشن الهزارد رديولوجي فأنا مش راح ندخل في التفاصيل كتير هون طيب طبعاً نحكي من ناحية تنظيمية أنت كمنظمة مسؤولة عن الأكيوبايشن الهيلث لموضوع معين بيدك تعرف كيف بدك تقرر قديش لفل الإكسبوجر الموجود مثلاً قديش لازم تتعرض لحد معين عشان يصير عنده سرطان فأنت تحط حد أوطى منه تمنع العمال منهم يتعرضو له حكينا إنه صعب جداً أو ما بتقدر تعملها هاي التجارب على على بشر عشان تعرف تأثير المادة كيميائية معينة ممكن تكون سرطنة أو لا ممكن تكون سامة أو لا فأحنا بالعادة بنعملها على حيوانات على فقران على خنزير أو غيره وبعدين بنحاول نقيسها يعني إيش ونقارب كيف ممكن يكون تأثيرها على البشر بناءًا على هاي الإحصائية هل ممكن تكون دقيقة؟ بالحقيقة لا لأنه ممكن استجابة أجسام الحيوانات تكون مختلفة عن استجابة أجسام الإنسان أو جسم الإنسان وبنخلي في بالنا إنه لما نيجي نحكي عن الـ الـ الأشياء الهزر تبعها هو وكانسر إنه ممكن إذا تعرضت له إلها يصبح عندك ريسك أوف كانسر بنحط في بالنا إنه ممكن ما فيش تريشولد معينة للإكسبوجر عشان تكون المادة آمنة يعني المقصود مثلاً ممكن جزء إشعاع واحد يكفي عشان يعمل لك سرطان مثلاً على سبيل المثال طبعاً ما في تريشولد والله لازم يحكي يكون نسبة الإشعاع ثلاثين ألف جزء لا بحكي لك والله ممكن جزء إشعاع واحد يسبب لك سرطان صحيح إنه هذا الحكي مش صحيح في أغلب الحالات بس هذا بيخلينا نحط safety margin بين الحد اللي حيصير عنده الحد اللي حيصير عنده التأثير والحد اللي إحنا نستخدم ونعتبره عشان نحكي إنه هذا المكان آمن أو لا فحتى لو زاد التعرض لدرجة معينة بيظل في safety margin كويسة هذا الإشي بيضمن إنه نحط حد التعرض المسموح به أدنى بكثير من الحد اللي رح يعمل لي مشكلة طب في مخاطر معينة بقدرش أحكي والله إذا تعرضت لدوز كذا ممكن يصير معاك كانسر أقل من الدوز كذا ممكن يصير معاك كانسر ما في تريشولد معينة عندها أحكي والله أقل من هيك ما بيعمل كانسر أكثر من هيك ما بيعمل كانسر إيش اللي بقدر أسويه؟ بقدر أتابع الناس على based on calculations of lifetime risk يعني هذا الشخص اتعرض لأكسبوجر معين ممكن يكون hazardous ممكن يعمل له risk of cancer وبرق بطول حياته هذا صار معاك كانسر ولا لا إذا ما صار إذا كان وبشوف قداش من ال population أو من عدد الناس اللي عملتهم عليهم الدراسة أو عدد العينات اللي عملتهم عليها الدراسة السامبل تبعي صار معاهم risk صار معاهم كانسر وعلى أساسه بحسب الرسك مش على دوز لا بحسبه على احتمالية حدوث الشيء فشو احتمالية حدوث الكانسر للناس اللي بيشتغلوا مثلا في مجال الزراعة على سبيل المثال بنحكي والله إنه واحد لكل مليون بصير معا الكانسر الفلاني فإحنا نحكي آه والله لا هذا إشي مقبول أقل من أصلا قل من الليفل تبع ال population نبغي رحطاني الثرشول معينة دوز معينة على منها وقل منها كم احتمال إنه وصل عند المشكلة طول حياته إذا كانت احتمال زيادة احتمال الإصابة بالسرطان أو إصابة بالمرض واحد بالمليون طول حياته فهذا إشي مقبول بسبب مقبول ما مش رح تقدر ترصدها إنها بسبب هذا الإشي مع المطلوب الأساويات الناس كالكوليشان تقوم بسطول تقوم بسطول تقوم بسطول تقوم بسطول كالكوليشان تقوم بسطول تضع أسوأ الإحتمالات لكي تأخذ أكبر قدر موكي من الأمان كالكوليشان وتأخذ أحسن إحطياته طيب حسنا نحكي عن آخر إشيء اللي هو في أشياء بتكون طبيعية الأكل مثلا الفواكه أو كذا ممكن تكون ملوثة بمواد كيميائية معينة فإذا أنت أكلت أكثر من حد معين أنت بتكون جاوزت الحد الآمن للأكل منها ممكن تسبب لك أعراض جانبية أو أمراض هذا الإشي متى منفكر فيه منفكر فيه لما يكون مش الموضوع أني بقدر لم يكون ما بقدر أتجنب التعرض هذا أبدا يعني بفكر إيش هي الحدود المنطقية لهذا التعرض فمنسميه إحنا هذا الحد منسميه tolerable daily intake فمثلا بعرفش إذا سمعته في بعض بذور النباتات أو بذور الفواكه فيها مادة السيانايد فإذا أنت أكلت مثلا عشرين من هاي البذور ممكن يصير معاك تسمم سيانايد وتموت طب إذا أكلت خمسة أو عشرة ما رح يصير معاك هاي المشكلة فمنحط تلرابل daily intake بهذا الحد بحد آمن The tolerable daily intake is an estimate of the daily intake of a chemical contaminated which can occur over the lifetime without appreciable health risk أنت ممكن مثلا نحكي توكل خمس تفاحات كل يوم طول عمرك وما تزيدش احتمالية تسممك مثلا بالسيانايد أو إصابتك بسرطان أو كلا فيعني نحكي لك آه والله وهي خمسة هي food and water which have no useful purpose طبعا هذول الموض الكيميائي الملوثة ما بيكون لها يعني استخدام انت ما بستفيد منها بس هي موجودة مثلا بيستخدمها في الأسمية أو غيره فيلوث الفواكه أو الخضار the term tolerable is intended to signify permissible rather than acceptable يعني مش مقصود هون فيه الإش المقبول هنا نحكي الإش المسموح فيه في مصطلح عند الأمريكان في الأمريكا بستخدموه reference dose برضه هو يعني قريب جدا من تعريف نفس الفكرة بالعادة لما نيجي نحط total daily أو tolerable daily intake والreference dose بنحط مجال كبير للأمان فمثلا لو بده العشرين أو خمسين حبة مثلا نتعمل مشكلة احنا نحطه عند خمسة عسان لو أخذ حبة أو حبتين زيادة أو مثلا بغض نظر إش اليونت ما تعمل له مشكلة مباشرة exposure above the tolerable daily intake and reference those are not necessarily dangerous because large margin of safety بنحط margin of safety كبير اخون should be made to keep below these values عشان نحرص انو الناس ما توصل للليفل الي ممكن عندو يسبب لهم مشاكل صحية تسموه مسارطة هيك بيكون ان شاء الله غطينا كامل المحاضرة خلصناها معلش المحاضرة فيها شوية عشقة اللي عشقة هون في ترتيب بسلايدات لأسف ما قدرت ألاقي اللي سلايدات بدي أف عشان أرتبها بطريقة أسلس بكروا الدكتور في المحاضرة كل شي موجود جوا المحاضرة اذا انتو عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات كالعادة ما تترددون تسألوني ويعطيكم ألف عافية موفقين ان شاء الله